مبارح كان اليوم الثالث من أيام الهدنة اللي حصلت في قطاع غزة هذه الهدنة اللي نجحت زي ما كلنا عارفين بفضل الجهود المصرية في إلزام كافة الأطراف سواء بتنفيذ بنود هذه الهدنة فيما تعلق بتبادل الأسرة والمحتجزين أو فيما تعلق بإدخال عدد كبير من شحنات المساعدات الإغاثية الطبي منها أو الإنساني إلى داخل هذا القطاع عبر معبر رفع هي أنه مبارح عملية تبادل الأسرة والمحتجزين بين حماس وإسرائيل تضمنت الإفراج عن 13 إسرائيلي و3 تايلنزيين وشخص روسي وطفلة أمريكية عمرها أربع سنوات ونظم أن المتوقع إطلاق سراح المزيد من الأمريكيين خلال صفقة تبادل المحتجزين والأسرة اللي تم بناء على اتفاق الهدنة مقابل إفراج دورة الاحتلال عن 39 طفل فلسطيني في السجون الإسرائيلية في الحقيقة ربما في حديث عن إمكانية تمديد الهدنة ولكن حتى الآن لم يصدر تأكيد من الجانبين حول هذا الأمر ولو حصل هذا الكلام حيكون بشرط الإفراج عن 10 أفراد من المحتجزين الإسرائيليين كل يوم مقابل 30 فرد من الإسرائيليين طبعا ده حديث حتى الآن لم يتم تأكيده على أي حال احنا دخلنا النهاردة اليوم الرابع من أيام الهدنة والهدنة دي ربما يعني بتشكل بشكل كبير جدا أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية علشان يتم تنفيذ كافة بلودها الهدنة دي انعكست بشكل كبير على داخل مناحي الحياة داخل قطاع غزة هذه الملامح بدأت تعود تدريجيا بشكل كبير بعد دخول كميات كبيرة من الوقود والغاز اللي بيساهم في إعادة تشغيل محطات الكهرباء وبيساهم في نارة هذه البيوت وأيضا تشغيل المستشفات وأيضا إعادة خدمات الاتصالات التدريجية مرة تانية الساعة 7 صباحا يعني من حوالي تقريبا أربع دقيق بدأ اليوم الرابع للهدنة عشان كده الدولة المصرية بتواصل جهودها المكثفة لتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية داخل القطاع لأنه من بداية الاتفاق على هذه الهدنة كان هناك جملة هامة جدا وهي هدنة قابلة للتمديد ودي بكل تأكيد هتكون فرصة كبيرة جدا يمكن استثمرها والبناء عليها لتحويل الهدنة بعد كده لوقف مستدام لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على أشقاءنا الفلسطينيين وبكل تأكيد يمكن المستفيد الأكبر من هذه الهدنة هم أشقاءنا في قطاع غزة والحقيقة الهدنة مش متوقفة بس أو مش مقتصرة فقط على إطلاق صراح الأسرة والرهائن والمحتجزين لكن كمان فكرة إيصال المساعدات الإغاثية لأهلين في قطاع غزة يمكن لحد منذ بداية الحرب على قطاع غزة دخل عبر معبر رفح حوالي 2056 شاحنة أمس فقط دخل 120 شاحنة عبر معبر رفح حتى حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها مساء السبت لقطاع غزة هو 2675 طن أيضا بالأمس تم نفاذ شحنتين وقود وشحنتين كمان تانين لغاز الطهي مساعدات مستمرة لقطاع غزة مرة أخرى يعني زي ما احنا كنا بنتابع مع حضراتكم على الشاشة شفنا في بث حي المشاهد في قطاع غزة تشهد الحمد لله الهدنة مستمرة ويمكن الوضع حتى الآن مستقر وبنتابع طول الوقت يمكن ردود أفعال حتى إخواتنا في قطاع غزة حقيقة يعني فكرة هذه الهدنة بعد أكتر من خمسين يوم تقريبا على حرب مستعرة داخل قطاع غزة بكل تأكيد هم أكتر المستفدين وأكبر المستفدين من هذه الهدنة ونتمنى أنه نسمع النهاردة بإذن الله تمديد آخر لهذه الهدنة بإذن الله نصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير عليكم وصباح الخير